السلام عليكم ورحب بكم متابعين مرة أخرى في القناة أيضا أرحب بكم في فيديو جديد وأتمنى أن ينال عجابكم وأن يلقاكم في تمام الصحة والعافية تائما مع كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا والاختراعات والأجهزة والأدوات المنزلية الرائعة لتنظيم وترتيب المنازل أيضا لتوفير الراحة اليومية وتوفير الجهد والوقت اليومي أفكار وحيل وإفادة في هذا الفيديو لذلك تابعوا الفيديو إلى الأخير بالاستفادة والاستمتاع أكثر وأتمنى من يشاهدوا القناة لأول مرة الانضمام إلينا بالتغطى على الزر الأحمر أو الزر الاشتراك أيضا مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا دائما بجديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله وأيضا إن أعجبكم الفيديو لتنسود على لايك للفيديو وكما تلاحظون معنا منذ بداية الفيديو مجموعة من الأدوات والأجهزة لكي تقوم سيدة صينية بفتحها وأيضا تشاركنا طريقة استخدام هذه الأدوات أدوات يعني دكية وجديدة واختراعات وابتكارات هائلة لتمظيم وأيضا تمظيف وأيضا للطبخ أيضا أدوات كلها إفادة فكما تراحضون معنا هنا فمجموعة من الأدوات هنا مثلا في هذا المقطع لدينا طحان يدوي طحان كهربائي رائع تنقوم بالشحن يعني كيعملها بدون بدون أسلاك يعني كيتشحن أو كيمكن لنا أن ننطحنه به أو لا ناخده معنا فيما يمشينا أيضا طحان للمطبخ صغير الحجم وعملي جدا ونتيجة رائعة هنا أيضا لدينا مروحة صغيرة عملية كتركب في الأحائط يعني هكا بشتوفر واحد الجو لهواء بارد لسيدات داخل المطبخ أيضا علاقة شكل ديالها جميل هنا أيضا لدينا هاد البلاستيك مع هاد الجهاز لي كيقوم بإفراغ الهواء وأيضا كيمكننا من تخزين الأفرشة كبيرة الحجم في مكان لي هو صغير أيضا مواد للتنظيف لي كتكون عالية الفعالية أيضا هاد المساحة هدي للأرض لي جميلة بزف وسهلة الاستخدام وعمليات جدا هنا أيضا منظمات للحمام لتنظيم أشياء للتنظيف الشخصي أو اليومي كي ننظمه بوحدش كجميله أيضا كيطير واحد الجمالية للحمام هنا أيضا جهاز لإزالة الجلد الميت من القدمين وترطيب القدمين رائع جدا وعملي أيضا مثل الاستخدام أيضا هنا منظمات للمنادل الورقية داخل الحمامات وأيضا هاد الطاولة اللي كتكون إلكترونية طاولة دكية جدا كتخدم بوحد الدكاء اللي هو رائع وما كنبقاش نستعمله لأسلاك ويعني أشياء كثيرة يعني اخترار اللي هو رائع جدا أيضا يعني أدوات للمطبخ هائلة وعالية الجودة مثل هاد المنظمة هدي دي الحبوب سواء الأرز أو أنواع أخرى من الحبوب أيضا هاد الأواني اللي كان نصفهم الأرز وكان نصفهم بوحدة طريقة له سهلة جدا أيضا هنا لدينا طنجرة لطهو الأرز وأيضا هنا طحان يعني صغير في الحاجب كيف ما قلنا سابقا لكن عالي ألف عالية هنا ايضا مقلات هوائية وأيضا هاد الإبريق اللي كيقوم بطهو الحبوب ثم طحنها في نفس الوقت يعني كيحضر لنا الحساء فقط هو بوحده كيقوم بتحضير الحساء أيضا هنا آلة للطهو بالبخار سريعة جدا لأنها كتقوم بطهو أنواع مختلفة من الأغذية في نفس الوقت أيضا طنجير اللي هي كهربائية أيضا مقلات عالية الجودة لا تلتسيق نهائيا أيضا هنا مجموعة من الأشياء اللي كتبها المسيطة لكن عندها واحدة الضوء كبير جدا أثناء الأعمال اليومية أو التنظيفات اليومية أيضا هاد المسفات اللي كتتركب على الصنبور كتعطيه واحدة الضوء اللي هو كبير جدا وكتصفيه المياه أيضا أيضا هنا حافظة للأواني وأيضا منظمة للثكاكين جميلة في شكل ديالها وأيضا كتنظم بواحد شكل رائع هنا أيضا لدينا منظمة للمناديل المطبخية شكل جميل جدا وأيضا صغيرة في الحجم ديالها وهنا لدينا هذه الفرشات الإلكترونية أيضا اللي كتقوم بالتنظيف بواحد شكل جميل جدا أيضا هنا عندنا طبيات لي آآ يعني مضادين للاتفاق ما كيتبللوش نهائيا عاليا الجودة هنا أيضا لدينا جهاز لإفالة الحبيبات من الملابس الصوفية وأيضا هنا منظمات للدولاب لكي ينظموا الملابس بواحد شكل اللي هو رائع جدا أيضا هنا لدينا غطاء للسرير عالي الجودة وأيضا جميل جدا وهنا لدينا على قليل ملابس ما كتأخذش يعني مساحة كبيرة داخل الغرفة وكتنظم العديد من الأشياء الأخرى وأيضا هنا لدينا مكوات يدوية مكوات كهربائية صغيرة الحجم وأيضا عملية جدا هنا أيضا سلة مهملات صغيرة الحجم رائعين أيضا في شكل ديلو ومنطمات أخرى مختلفة ويعني كثيرة جدا كتزيد جمالي أيضا للمنزيل وبنسبة للناس اللي كيتسألوا على في الممكن إلقوا هذه المنتجات فالمنتجات متوفرة في الموقع الصيني علي إكس بريس وأيضا بأتمينة اللي هي مناسبة جدا كيفما ممكن نلقوها في مواقع أخرى مثل موقع علي بابا أيضا موقع شيئين وكيفما يمكن لنلقوها في الموقع الأمريكي أمازون وأيضا يمكن نلقو بعض من هذه المنتجات في بعض الأسواق التجارية القبرى وأيضا ممكن نلقوهم على بعض الصفحات على الفيسبوك أو على الأنستجرام اللي كيقوموا باستيراد هذه المنتجات وإعادة بيقها داخل البلدان الأخرى منظمات هائلة جدا كينضموا لنا المنزل بواحد شكل رائع وكيخلصونا من الكركبة نهائيا وأيضا أدوات اللي هي مبتكرة رائعة سهلة الاستخدام ما كتلوش لنا جهود كبير أو مجهود كبير وأيضا ما كتلوش منها وقت كبير لإنجاز الأعمال اليومية يعني كيغفروا الراحة اليومية للسيدات داخل المنازل أو داخل المطابق وأيضا كيفما كيغفروا مساحات أكتر داخل المنازل يعني المنتجات كتكون صغيرة في الحجم وكتراعي للمنازل البيق فكما كتلاحظوا على علاقات اللي هما جميلة جدا وكيلتسقوا في الأبواب بكل سهولة أيضا هنا ممطمة للحمام حجم صغير وكتنظم العديد من الأشياء أيضا هنا ممطمة للأدوات تنظيف أو أدوات النظافة الشخصية أيضا أشياء اللي كتزيد جمالية للحمام كراسي بأشكال يعني مختلفة جميلة جدا وإذا هنا لدينا مرآة وأيضا علاقة في نفس الوقت وهنا أيضا جهاز لإزالة الجلد الميت من القدمين وأعطاء نعومة ورطوبة للقدمين كنت من الفيديو اليومين لإعجاب دلكم السلام عليكم اتلقى الفيديو جديد إن شاء الله